أستاذ شريف كابتن عسام تحدث عن أنه في رأيه أنه التحكيم المصري كان مثل منظومة القرية المصرية كلها فأنتو تقيبوا فقط في منظومة التحكيم وتتركوا ما تبقى من منظومة الكرة في مصر يعني عنده حق الوضع نفس زي نفس الوضع اللعيبة زي نفس الوضع إدارة ملف الكرة القدم في مصر طبعاً أنها بنمر بأزمة كبيرة جداً طبعاً أنا تابعت كل تصريحاته طبعاً واللي وقفت عنده واتوقعته من كلام الكابتن يا سامع بن عم ما احترمنا وتقدرنا لي سامع فتاح أن الراجل ده ممكن ما ينجحش دي حاجة أنا ما أتمنهاش بس أن الراجل ده ممكن ما ينجحش وأن الراجل ده ممكن يتفشل لأنه واضح أنه هو جاي على غير إرادة أسرة التحكيم آه في ناس دعمت وناس تلقى تقالت آه ما هي المشكلة نحن نستعين بالخبير والكلام ده كله الجزئية الثانية أنه ما تقلوش يعني ما تقلوش كرئيس لجنة أنه في حد جاي يطور مش جاي برئيس الأول ولا أخده رأيه طب نجيب مين كخبير في الفيفا أو في الكاف في هدو لجنة الحكام في الكاف ما تخدش رأيه فده يبقى يقول لك كيف تدار الأمور داخل اتحاد الكرة بعيدا بقى عن أزمة الأخطاء التحكمية اللي أنا شايف أن أغلبها أثر في نتائج مباريات أثر تأثير كبير جدا اتحاد الكرة ضعيف في الدفاع عن رجاله حتى أزمة الخطاب بتاع نهائي ده ورياضة الأفريقيا تنظيم النهائي وما أصفر عنه من تحقيقات ولجنة تقاسة حقائق لشكلية الوزارة إن الإدارة التنفيذية لا تلعت دفعت ولا عقبت وقصة إن الكابتن عسام عفتاح طلب إن الفيديو أو حوار الفار اللي حصل في هدف فارقه الملغي هدف الألف فارقه الملغي وإن هم يرفضوا ده ضعف إنت لو واثق إن موقفك سليم وكان مش هيعتبر لو موقفهم سليم يعتبر إن تعيين النهاردة كابتن محمود عشور كحكم فيديو في مباراة برامد زو المحلة ما يبقاش مرحلة عنده حيبقى ده دفاعاً عن إن الرجل كانت وجهة نظره سليمة ده لو هي سليمة لكن عدم الثقة والضعف في الدفاع عن الموظفين أو حكام أو لجان موجودة داخل التحرك سليمة نظره سليمة نظره أكثر بيهدوية